الأمم المتحدة هي رأس الحربة في اليمن هي منذ أن تهيأت المعطيات للحسم في الفترة الأخيرة قبل 13-14 هي من أوقفت أرست الهدنة وطالبت بالهدنة واعتمدت الهدنة طيب ما الحل بمجهة نظرك؟ ما هي الإصلاحات المطلوبة في منظومة العمل الإنساني في اليمن؟ لا لا الحل الاستبدال يعني أنا مع تدخل وإيصال المساعدات من قبل المنظمات الخليجية منظمات الدول الشقيقة فمنظمات الدول الشقيقة هي أرحم بنا من الأمم المتحدة الأمم المتحدة هي طبعا استثمارية والاستثمارية ويهمها الموظف يهمها مرتبة والمدير يهمها اعتمادها ويهمها الربح يعني أقلب المنظمات الآن موجودة عشرات المنظمات في اليمن كلها ربحية يعني فهؤلاء لا يهمهم حاسم أو سلم أو عرقلة أو ما إلى ذلك يهمهم سير عملية إيش؟ عملية الاستثمار فنحن إذا لم تقوم الشرعية والمجلس الرئاسي ممثلا بالرئيس رشاد العليمي والأخوة النواب باتخاذ مواقف صارمة وموقف حازم تجاه العمل الإنساني في اليمن وطلب من الأشقاء الخليجيين بتدخل المنظمات الخليجية التي بمشاريعهم لأنها غير قير ربحية التي بالمشاريع الخليجية ستصل المساعدات بأقل تكلفة يعني وبأقل خسائر يعني المشروع الواحد من دول الخليج سيقطي أضعاف المشروع الذي يأتي من قبل منظمات دولية أو من قبل الأمم المتحدة والذي يروح يعني نصفها أو ثلثها ثلثة المشاريع النثريات ونفقات تشغيلية وإجراءات أمنية واحتياطية وما إلى ذلك جميل جدا ضييف